السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله هو حر من قلة الاسماء حانت لحظة الوفاة الرجل لا يتحرك نظر في السقف اولاده قاعدين جنبه الثلاثة قال عبدالله يارث وعبدالله لا يارث وعبدالله يارث وخرجت روحه نعمل مشكلة ده فرث بعدين دفنوا الاب نعمل ليه قال نروح للقاضي فين القاضي في المدينة توكر على الله على المدينة وهم في الطريق قابلوا اعرابيا ضل بعيره قال يا اهل البادية واضح عليهم شكلهم اما رأيتم بعيرا دي قالوا لا ارطيب جزاكم الله خير ومشي نادوا عليه يا تعالى اول واحد قال له بعيرك اعور قال له نعم فرح الرجل قال ايه بدأ يصفوها يبقى ايه يبقى يشافوه التاني قال له بعيرك ابتر دي له مقطوع قال له نعم فرح اكتر التاني قال له بعيرك ازور يعني ما يلكد على جنبه قال نعم قال له لا والله ما رأينا بعيرك الكذب يا عمي دي تعالى قال لابد ان اخذكم الى القاضي قال احنا ريح روحا احنا اساسا رحل القاضي دخلوا على القاضي ايها القاضي هؤلاء البدو سرقوا بعيرا لي واصفوه وصفا دقيقا ثم انكروا انهم ما رأوا سأل القاضي قال له انت ليش قلت انه اعور قال له البعير يأكل يمنة واسرة وجدت العشب مأكون من ناحية وحيدة والناحية الثانية لا يأكل منها يبقى العين المفسرة ها بيأكل من ناحيتها والعين غير المفسرة ها سبحان الله العظيم لا يأكل منها الله طيب وانت قلت ليه ابتر قال له لو له ذيل كان ينثر بعره فوق الرمال ولكن طالما انه هو ذيل مقطوع فيتكوم البعر اكوام 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 وانا رأيت البعر مكوم اكوام قلت ده ذيل ايه من غير ذيل طيب انت ليه قلت انه ازور قال يعني ده بسيطة عمق اقدامه في الرمل من ناحية اليسرة اكثر عمقا من الناحية اليمنى قال يا رجل ليسوا باصحاب بعيرك تكرع الله ما قضيتكم انتم قال له لا انت ما اسمح قضيت لدي قضية عجيبة سيبك من بعير وكلام البعير ابونا رحمه الله سماني عبدالله واخي هذا عبدالله واخي هذا عبدالله جاي يموت قال عبدالله يارث عبدالله لا يارث عبدالله يارث ومات القاضي ضرب اخمس في اسداد يا الله طب ايه حل المعضلة دي قال تبيتوا عندي الليلة صلوا الصبح وانتيجوا على مجلس القضاء دخلوا في غرفة المضيافة او الضيافة مش كده اسمها ايه في ليبيا او الضيافة طب المربع حرار المربع حدوى ده المربع وبعدين الصباح ايه الصباح رباح اول ما جلسوا وغلق عليهم الباب قال احدهم هم اذكياء احذروا ان عينا تتجسس علينا القاضي بعتلكوا عين زي بالضبط انت عارف في اقسام ومخافر الشرطة يدخلوا مع الخمسة المجرمين واحد قال انه كانوا ايه مجرم هو مش مجرم ولا غيره ده مخبر يدخل مخبر ونص يسمح كلمة يقول له اللي سرق الدهب اللي سرقناه وبعناف السوق الفلان يعرف القضية تعالنت يدخل هو يخبر الايه الادارة في عين تتجسس علينا جاء الرجل الخادم بلحم وخبز مد عبدالله الاول يد للحم قال احذروا هذه لحم كلاب يا الله القاضي يقدم لنا لحم كلاب معقول والثاني قال ايه قال وهذا الخبز الذي خبز خبزتهم رأة حامل في الشهر التاسع ده خبير خبير اجنة اعرابي خبير اجنة الثالث فجر قنبلة من العيار الثقيل قال والقاضي الذي سوف يخضي بيننا ليس ابن حلال نحن دخلنا كده في اعراض ويا الله صباح الصباح صلوا في صفح وراحوا على مجلس القضاء العين اللي كان بتجسس نقلت محضر الجلسة القاضي قال انت ليه قلتوا ان اللحم لحم كلاب قال ايها القاضي ان اللعومة التي نأكل تبدأ بالعض ثم اللحم ثم الشحر الضق او البقرة او الجموسة او الناقة او الشيء اللي نأكله تجد انت العض بعدين اللحم وبعدين الايه الشحر دون مفور الطائفة الكلبية والسبعية الاسد والذئب والكلب يجري ويعدو ها العض وبعدين الشحر وبعدين اللحم لن يكون العضلات من فوق عشان تكون قوية لان لو الاسد عنده الشحر من فوق ما يقدرش يجري يعرق وما يقدر يموت سبحان الله راح نادى على الطباخ تعالى ابن الحلال انت اللي قدمت للضيوب انت قبل المغرب باللحظات تقولني فيه ثلاث ضيوب من البادية القطيح تأخر في البر ما جاء فما رأيت الا كلب القطيح فقلت دون اعرب ويالله تكر على الله ده بحث له من كل يا الله طب انت قلكم ان الخمسة الخبز حامل في الشهر التاسع قال له ايها القاضي رأيت الارغيفة منتفخة من ناحية وملتصقة من ناحية ولان المرأة بطنها امامها فلم تستطع ان تميل لتدير الرغيفة حول النار حتى يستوي من كل اطرافه فالجزء اللي جنب النار انتفخ والجزء اللي بعيد عن النار ظل منتصقت القاضي يا اخواننا مين اللي خمس للخبز قاله فلانا اللي حمل في التاسع جينا للكارثة الايه الثالثة دي اقول لكم على ان شاء الله في المسبقة الجاية بإذن الله تعرفوه يعني هاي المصممين يعني وما الذي ادراكم والعياذ والله اني لست ابن حلال قال الرجل ايها القاضي ان قاضي المسلم يأتيه اناس المتقاضون عنده اصحاب مشكلة يبعث عليهم عينا تتجسس لا من الكرم العربي ولا من الخلق العربي ولا من شيء من المسلمين ان شاء الله فاعتبر كده قاضي مش تمام دخل القاضي الى امه فقررها فاقرت خرج القاضي خرج القاضي ليدلي بالحكم الحكم بعد ايه لا بعد سؤال الام عندما لك انت قال من قال انه لحم كلاب عبدالله قال لانا قال لانت تارث ومن قال ان الخبز ده خمزاتهم رأى حامل في التاسع عبدالله تقول لانا قال لانت تارث ومن قال انني كذا قال انا قال انت لا تارث قال لما قال انه لا يعرف ابن الحرام الا ابن حرام مثله رجع عبدالله الاول والتاني الى امهم قالوا يا امي من هذا مين عبدالله اخونا ده قالت والله بصراحة ابوكم رحمة الله عليه وجده امام المسجد طفلا صغيرا ملقى فاخذه واتى به الى هنا فربيناه وسطكم وسميناه عبدالله